موسيقى نشارة الأخبار من الميادين سلام الله عليكم وإلى العنوين موسيقى الشباكات منضارية في تل الهوى وحي الأمل ومحيط مجمع الشفاء بغزة والمكتب العالمي الحكومي يؤكد أعدام الاحتلال أكثر من 200 نازح داخل المجمع موسيقى بالإجماع محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان توفير مساعدة الإنسانية عاجلة لغزة دون تأخير وتؤكد حدوث مجاعة في القطاع موسيقى وفد حماس والجهاد الإسلامي واصلان زيارتهما إلى طهران ويلتقيا لكبار المسؤولين الإيرانيين والسيد خامنة يؤكد للنخالة أن النصر سيكون حليف حليف أهل غزة موسيقى وفي لبنان المقامة تقصف مستوطرتي غورون وشلومي بصواريخ البركان ردا على استهداف المدنيين وتواصل إسنادها لغزة على الحدود مع فلسطين موسيقى روسيا تواصل تحقيقاتها بشأن هجوم كروكوس بموسكو وتقول أن مرتكبيه تلقوا مبالغ مالية ضخمة من أوكرانيا موسيقى للهوى الجنوب مدينة غزة تزامنا مع اندلاع اشتباكات ضارية في حي الأمل وعند المحورين الشرقي والجنوبي لمجمع الشفاء الطبي وفق ما أفاد به مراسل الميادين بدورها أعلنت سرايا القدس استهداف تجمعات الاحتلال وآلياته في محيط مجمع الشفاء الطبي في عمليات مشتركة مع كتاب القسام وكتاب المجاهدين اعلن المكتب والإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي عدم أكثر من 200 نازح داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة واعتقل نحو ألف آخرين فيما يجري تهديد الطواقم الطبية والنازحين داخل مبنى المجمع بتدميرها فوق رؤوسهم رئيس المكتب العالمي الحكومي سلام معروف نقل عن شهود العيان أن دبابات الاحتلال قصفت العديدة من مباني المجمع واضرمت النار في إزاء واسعة منه سادفت المدنيين بالقصف والقنص ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى من دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم إلى ذلك واصل الاحتلال وارتكاب مجازره بغزة لليوم الرابع والسبعين بعد الميهة فيما أعلنت وزارة الصح ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى أكثر من 32 552 مراسل الميادين أفاد بأن الغارات الإسرائيلية سادفت مخيم الشاطئ وحي الرمال إضافة إلى حي الشجاعية وشارع النصر قرب مستشفى الشفاء ومحيط مسجد القسام في مشروع بيتلاهية شمال قطاع غزة كما سادف بلدة المغراقة شمال أنصيرات وسط القطاع معنا مباشرة من جنوب قطاع غزة من رفح تحديدا الصحفي عالم الدين صباح عالم الدين حياك الله بداية ونريد نطلع من خلالك على صورة الأوضاع في هذه الأثناء نعم كمال بالطبع الغارات الإسرائيلية لازالت متواصلة حيث قبل قليل قصفت الطائرات الإسرائيلية بناية سكنية في شارع الوحدة غربي مدينة غزة وعلى إثر هذا القصف نقل عدة إصابات بشكل أول إلى مستشفى المعمداني شرقي مدينة غزة فيما أيضا قصفت الطائرات الحربية منزلا آخر وبناية سكنية أخرى في منطقة تل الهوى في وسط مدينة غزة حيث انتشل عدد من الشهداء والإصابات جراء هذا القصف الإسرائيلي أيضا الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية تواصلت على المناطق الجنوبية لمدينة غزة مناطق حي الزيتون حيث تعرضت لعشرات من الغارات الإسرائيلية وعشرات أصوات الانفجارات التي تسمعت في هذه المنطقة ما بعد ساعة الإفطار والمناطق أيضا الغربية لمدينة غزة شنت فيها الطائرات الحربية عدة غارات عنيفة أيضا مناطق شمال مخيم النصيرات منطقة المغراقة ومنطقة أبراج الزهراء تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف أدى ذلك إلى تدمير عدة بنايات من أبراج منطقة الزهراء في المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات واشتعلت النيران في هذه المنطقة بشكل كبير جدا نظرا لكثافة الأحزمة النارية التي نفتت الطائرات الإسرائيلية قبل قليل في هذه المنطقة أما بالحديث عن المناطق الجنوبية فلازالت الاشتباكات مستمرة في منطقة حي الياباني وحي الأمل وسط مدينة خانيونس الصوت يتقطع علم الدين تفضل نعم كنت تتحدث عن تجدد الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في حي الياباني وسط مدينة خانيونس وحي الأمل حيث يسمع دوي اشتباكات بشكل كبير جدا ودوي انفجارات هي ناتجة بالطبع عن تجدد الاشتباكات الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال أيضا الاشتباكات تتجدد بين الحين والآخر في منطقة مجمع الشفاء الطبي حيث تدور أيضا هناك اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال أيضا قبل قليل اعلن المتحدث في اسم الدفاع المدني أن هناك مئات من الشهدات في داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيط أيضا المجمع نتيجة القصف الاسرائيلي المتواصل الذي يستهدف محيط مجمع الشفاء الطبي ويستهدف أيضا عدة مباني في مجمع الشفاء الطبي لا تستطيع أطقم الدفاع المدني أو حتى الأطقم الطبية من الوصول إليها نظرا لكثافة القصف الاسرائيلي والسهداف جميع من يتحرك في محيط مجمع الشفاء الطبي بالمجمل طبعا الغارات الاسرائيلية متواصلة المجازة الاسرائيلية متواصلة حتى هذه اللحظة ولازالت أصوات الانفجارات تسمع في كل مكان في قطع غزة هذه صورة الوضع حتى الآن كمال مع السمرار الغارات الاسرائيلية شكرا جزيلا على مدين صباح الصحفي الفلسطيني كنت معنا مباشرة من رفاح كيف يمر شهر رمضان المبارك على النازحين من جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولا سيما من يعيشون في مدارس الإيواء التابعة لوكالة أونروا في ظل غياب أدنى مقاومات الحياة تقرير كرام دلول هذه واحدة من مراكز الإيواء في مدينة رفح وهي عبارة عن مدرسة تتبع لوكالة الأونروا هكذا يبدو المشهد فيها لا سيما في شهر رمضان تغيب عنها كل مظاهر الحياة الناس هنا يعانون من بؤس شديد ويؤكدون أن الفرحة المفترضة بالشهر الفضيل غابت عنهم هنا تبدو الأوضاع الإنسانية قاسية في مشهد يلخص حجم الكارثة التي يكتوي بنارها أهالي غزة من جراء العدوان الإسرائيلي وحرب التشريد التي يمارسها الاحتلاء إحنا مهجرين إحنا نازحين يعني إحنا منقوبين مذابح مستمر معنا في قطاع غزة الشمال انتكب أنا من الشمال أنا من بيت حنون أكثر من إحنا في إيش ضل وين المسلمين والعرب بينهم إيش بيصير قاعد؟ الفقر أكلنا جوع أكلنا القصف أكلنا أطفالنا بتموت قدام عينينا جوع يجي علينا رمضان وإحنا في الشوارع وفي الهالوضع إيش هالوضع؟ كله زحمة وساخة أمراض إيش بدك رمضان؟ ولا حد سائل ولا حد متعرف ولا حد حاسس لا بالناس ولا بالدنيا كلها كل يوم على أمل نصحى يقولوننا فيه هدنة فيه فيه حل فيه إيش ولا حياتها لمن تنادي يريد نروح أدورنا ونرجع لديارنا أحسن من كل شيء أحسن من هالبهد لها دي عيشة المدارس وتبقى أمال أهالي قطاع غزة بأن تتوقف هذه الحرب المدمرة وأن يعود هؤلاء إلى منازلهم حتى ولو على ركامها الذي خلفت آلة الحرب الإسرائيلية يؤكد الجميع هنا على أن ما يجري يمثل جريمة حرب لا ينبغي أن تسمر أكرم دلول مدينة رفح الميادين أمر قضاة محكمة العدل الدولي إسرائيل بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير وقالت المحكمة أن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة وشددت المحكمة أن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب جيش انتكهاكات لحقوق الإنسان بغزة فادت مراسلة الميادين بوقوع إصابات في عملية إطلاق ناراً فدائية في منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة إحداها خطرة وأشارت مراسلتنا لأن عملية إطلاق النار جرت في شارع تسعين في منطقة الأغوار واستهدفت عدداً من المركبات التي تضمهم السوطنين من جهتها لفتت وسائل أعلام إسرائيلية لوقوع عشر إصابات على الأقل في عملية إطلاق النار إلى طهران حيث واصلوا وفداء حماس وحركة الجهاد الإسلامي لقاءاتهما المسؤولين الإيرانيين قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران سيد علي خامنة يأكد خلال استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن المقاومة والشعب الفلسطيني في غزة هما المنتصران حتى الآن سيد خامنة يشار أيضاً إلى أن الكيان يملك كل الدعم العسكري لكنه يلجأ إلى قتل الأطفال والنساء لأنه غير قادر على مواجهة المقاومة ولفت إلى وجود تنسيق كامل بين قوى المقاومة ولا سيما بين حركتي حماس والجهاد من ناحيته أكد النخال أن الفلسطينيين تمكنوا من إحباط مخطط القضاء على المقاومة برغم كل المؤامرات وأضاف أن غزة صامدة وأن النصر سيكون حليفها هذا والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق لهما بدوره استقبل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف هنيا حيث أكد أن عملية طوفان الأقصى منعطف في تاريخ سياسة الدول الإسلامية ومقاومتها مشيرا إلى أن من سينتصر في المعركة أخيرا هو من يستمر في المقاومة قالباف استقبل أيضا النخالة والوفد المرافق له وأكد خلال اللقاء أن انتصار طوفان الأقصى تاريخي وأن الحرب في غزة أصبحت حربا استنزاف وأن النصر سيكون حليف من يقاوم أكثر بدوره استبعد النخالة أن تكون هناك نتيجة لمحادثات وقف اطلاق النار في الأفق القريب لأن واشنطن مصرة على دعم الاحتلال إذن طهران محطة لزيارتين متزامنتين لقادة حركة حماس والجهاد الإسلامي فماذا في التوقيت والرسائل والأجندة تقرير مالك عابدة في اللقاءات قادة حماس والجهاد مع كبار المسؤولين الإيرانيين بدءا من قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنأي إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن البرلمان إلى مجلس الأمن القومي ومقر الخارجية الصورة هي واحدة احتضان ومؤازرة حاسمة من طهران للمقاومة ولا تراجع قيد أنملة أمام الضغوط بأنواعها المختلفة وفي اجتماعات أخرى وعلى مستويات عليا بعيدا من عدسات الكاميرات خريطة طريق للتنسيق للمرحلة المقبلة وتأكيد لوحدة الساحات وتماهي الجبهات وتقاطع الخطوات بين الخلفاء في محور ممتد في الجغرافيا وبحوزته أوراق كثيرة في الضغط والمساندة واستنزاف الاحتلال واستهداف المسارات لشرينه الحيوية من العاصمة الإيرانية يؤكد إسماعيل هنية أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها وزياد نخالة يجزم بأن المقاومة لن تنكسر وطهران تجدد موقفها الثابتة والراسخة في دعم حركات المقاومة هذه هي حقائق الميدان وفق معطيات قادة المقاومة وهذا منطلقهم في إكمال ملحمة طوفان الأقصى والتصدي للاحتلال وهي أيضا الأرضية الصلبة التي تستند إليها المقاومة في رفضها شروط الاحتلال وتعنته في التفاوض غير المباشر وجولاته المزدودة الأفق في محطاتها المتنقلة بين العواصم فأي أفاق تسعى لفتحها زيارات قادة المقاومة الفلسطينية لطهران وماذا عن الاتجاهات والجهات التي أرادوا أن تصلها رسائلهم في الشكل والمضمون عشية يوم القدس العالمي ومع اقتراب العدوان على غزة من شهره السابع وتهديدات الاحتلال في شأن رفاح وهي تهديدات لا يراها المجتمعون هنا بعيدة من الغطاء الأمريكي المتماهي مع تل أبيب في حربها العدوانية وإن حاولت واشنطن التستر خلف مواقفة يسقط زيفها مع كل تحرك لترسانة الحرب الإسرائيلية الهاربة من العجز عن تحقيق الأهداف إلى ارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين على وقع سياسة تجويع وتشريد لا مثيل لها في التاريخ الحديث كما يقولون هنا في طهران رسالة واضحة من لقاءات القادة هنا في طهران ومعادلتها الثابتة هي استمرار المقاومة حتى كسر مخططات الاحتلال وإفشال مشروعاته مالك عابضة طهران الميادين إلى جبهة جنوب لبنان حيث أعلنت المقاومة الإسلامية قصف مستعمرتين غورون واشلومي بصواريخ البركان وكاتيوشة دعما لغزة وردا على مجزرة النقورة والاعتداء على بلدة طير حرفة والطواقم الطبية فيها يوم أمس مقاومة الإسلامية استادفت أيضا موقعي الرمثة والسماقة في تلالك فرشوبة لبنانية المحتلة ومقر قيادة كتيبة لمان المستحدث وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية آخر تطورات جبهة الجنوب لبناني مع مراسل الميادين حسين السيد حسين أبرز المعلومات وآخر التطورات على هذه الجبهة نعم كمال يعني ست عمليات حتى هذه الساعة نفذتها المقاومة الإسلامية تجاه مواقع الاحتلال ومستوطناتها على طول خط الجبهة في شمال فلسطين المحتلة لعل أبرز هذه العمليات نفذ باتجاه مستوطنتي جورين واشلومي في الجليل الغربي على دفعتين تم استهداف هذه المستوطنات الإسرائيلية صباحا وأيضا في مساء هذا اليوم وفي ساعات الأولى مساء هذا اليوم البارز في الاستهداف الثاني هو استخدام صواريخ البركان تجاه هذه المستوطنات الإسرائيلية وهذا الصاروخ يستعمل للمرة الأولى في ضرب المستوطنات الإسرائيلية منذ بداية هذه المواجهات اليوم نشهد تجربة هذا الصاروخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية بعدما كانت المقاومة الإسلامية ضربت به المواقع الإسرائيلية التحصينات وأيضا تجمعات الجنود الإسرائيين ولكن للمرة الأولى تستخدمه المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية وكانت قد حذرت المقاومة على لسان مسؤوليها من أن استمرار الاحتلال في الاعتداءات على الجنوب اللبناني قد يدفع المقاومة إلى استخدام هذه الصواريخ الثقيلة في ضرب المستوطنات الإسرائيلية وهنا نحن اليوم نشهد ضرب هذه المستوطنات بهذا الصاروخ الثقيل وقد يعني ذلك رفعا في وطيرة الهجمات والعمليات من قبل المقاومة تجاه هذه المستوطنات الإسرائيلية ردا على الاعتداءات التي تطال المسعفين والمواطنين والبلدات في جنوب لبنان من خلال الغارات الإسرائيلية اليومية التي تنفذ باتجاه هذه القرى الجنوبية إذن نحن أمام تطور نوعي حقيقة في عمليات المقاومة تجاه المستوطنات الإسرائيلية ردا على الاعتداءات وأيضا في سياق استمرار العمليات الداعمة لغزة نفذت المقاومة الإسلامية عدد من العمليات تحديدا باتجاه قوة إسرائيلية في محيط موقع جل العلام في الجليل الغربي وأيضا استهدفت ثكنة ليمان في الجليل الغربي شمال التي تقع شمال نهارية تم استهدافها صباحا بالقذائف المدفعية وتم استهداف أيضا موقعين في تلالك فرشوبة هما موقع السماقة والرمثة عدى عن ذلك يبدو لافتا كمال حقيقة تصريحات رؤساء المستوطنات هنا في شمال فلسطين المحتلة عن إمكانية أو عدم عودة أو نية المستوطنين وعدد كبير من المستوطنين عدم العودة إلى هذه المستوطنات حتى لو انتهت هذه الجولة من المعارك التي تقودها المقاومة باتجاه شمال أو هذه المستوطنات وهذه المواقع الإسرائيلية دعما لغزة لفهم هذه التصريحات أكثر يجب أن نفهم عقلية هؤلاء المستوطنين وكيف يفكرون تجاه جيشهم وتجاه هذه المعركة حقيقة هذه المعركة حفرت عميقا في أذهان هؤلاء المستوطنين لأنهم للمرة الأولى يختبرون هذا النزوح عن مستوطناتهم لفترة تكاد تصل إلى الستة أشهر وللمرة الأولى تحدث هذه المواجهة من هذا النوع تضرب المقاومة المواقع الإسرائيلية والمستوطنات الإسرائيلية بشكل يومي ولا يقدر الجيش الإسرائيلي على ردع هذه العمليات أو إيقاف هذه العمليات أو حتى كما يطالبه المستوطنون بشأن عملية برية واسعة لوقف هذه العمليات إذن نحن أمام تهشيم لصورة التفوق العسكري الإسرائيلي في أذهان المستوطنين عدد كبير منهم يرفض العودة إلى هذه المستوطنات حتى بعد انتهاء هذه الجولة من المعارك في المقابل هنا في جنوب لبنان يعني هناك رغبة كبيرة في العودة إلى القرى الأمامية عند انتهاء هذه الجولة من المعارك التي تقودها المقاومة إذن نحن بين مستوطنين يعني يفضلون حياتهم وأعمالهم على البقاء داخل هذه المستوطنات التي تسترفها المقاومة وبين مواطنين أصحاب أرض جنوبيين يعني يحلمون أو ينتظرون اللحظة التي سيعودون فيها إلى هذه القرى الأمامية ويعيدون بناء هذه القرى وبالتالي البقاء فيها هذا هو الجو السائد اليوم هنا على الجبهة والفارق بين أهالي الجنوب وهؤلاء المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة كمال شكرا جزيلا لك حسين السيد مراسل ميادين كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان إلى جينيف حيث كشف مندوب روسيا في الأمام المتحدة جنادي كاتيلوف أن الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان تجهد أي مبادرة لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وقال ردا على سؤال للميادين في لقاء مع صحفي الأمم المتحدة أن الدول العربية والإسلامية لم تدعى حتى الآن إلى هذه الجلسة بسبب الموقف الغربي الوضع في غزة يتطلب اهتماما دوليا ومتابعة جدية من قبل مجلس حقوق الإنسان لكن ذلك لم يكن ممكن حتى الآن بسبب مواقف الدول الغربية التي تمنع عقاد أي جلسة خاصة لمناقشة هذا الوضع الدول العربية والإسلامية لم تدعوا حتى الآن إلى عقد جلسة خاصة لأنهم يعلمون أن مثل هذه المبادرة ستواجه برفض الدول الغربية بينما في الوقت عينه ينظمون جلسات خاصة تتعلق بملفات أخرى ولكن ليس في شأن ما يجري في غزة يتلوب حمل الولايات المتحدة مسؤولية عدم تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة سبب عدم وقف إطلاق النار بسيط جدا هو أن الولايات المتحدة لا تريد العمل بقرار جدي لوقف العمليات العسكرية في غزة يريدون هدنة بسيطة لإدخال المساعدات وهذا من وجهة نظرنا غير كاف نحن بحاجة إلى قرار أقوى بكثير يضع حدا للهجوم العسكري الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة لكن مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ مثل هذا القرار بسبب الرفض الغربي ما يجري حاليا في غزة بأسات والجميع يؤكد ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنظمات الإنسانية الدولية والجميع يؤكد ذلك من الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنظمات الإنسانية الدولية جميعهم نددوا بما يجري أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بقانون يمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها جاء ذلك بعد تقديم رئيسي الوزراء المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس عباس وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي الاعتماد لتشكيلها وستؤدي الحكومة اليمينة الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل إلى سوريا حيث وصيب مدنيان اثنان من جراء عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في ريف دمشق مصدر عسكري سوري أكد أن عدوان إسرائيلي جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل سادف أحد المباني السكنية في ريف دمشق مضيفا أنه أسفر عن إصابة مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية موسيقى دعا الرئيس التركي رجب طيب ارتغان أن زيادة الضغط على إسرائيل بهدف دفعها إلى الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني وخلال كلمته في تجمع جباهري لأنصار التحالف الشعب المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في ولاية باطمان قال إردغان أن تركيا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة وأنها ستؤدي دورها للوفاء بمتطلبات القرار وتابع قائلا سنبدل قصار جهدنا لضماني أن ينعم إخواننا في غزة بالسلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن فالعاصمة التركية أنقرى يسعى حزب العدالة والتنمية بكل أوراق قوته لاستعادة رئاسة بلديتها فالحزب الحاكم ومنذ تأسيسه لم يخسر العاصمة إلا في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2019 فهل يتمكن من تحقيق ذلك أم ينجح الحزب الجمهوري مع رجاله مع رجله القوي منصور يواش في الفوز مجددا تقرير عمر كايد لأنقرى رمزية سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة تسعى كل الأحزاب للظفر بها تنافس قوي تشهده العاصمة مع اقتراب موعد الانتخابات استطلاعات الرأي والمعطيات تشير إلى أن مهمة العدالة والتنمية في هذا الاستحقاق صعبة وشاقة فرغم ترشيح الحزب الحاكم شخصية بارزة وذات خبرة كبيرة قدم رئيس البلدية الحالي ومرشح الحزب الجمهوري تجربة متميزة خلال السنوات الخمس الماضية هنا الشخصان المرشحان مهمان ولديهما الهوية القومية ذاتها توربوت ألتين أوك يعتبر من أقوى الأسماء لدى حزب العدالة والتنمية لذلك زجابه في الانتخابات ولكن في المقابل نجح يواج في محاربة الفساد وتأسيس بنية شفافة في دوائر عنقرة التابع للبلدية ومتحملا للمسؤولية وتقبل الانتقاد إضافة إلى أهمية الشخصيات المرشحة تبرز عوامل أخرى تؤثر في مصاري الانتخابات ولعل أهم التضخم وغلاء الأسعار واستمرار تراجع قيمة الليرة التركية من العوامل الرئيسية التي تؤثر في الانتخابات هو الوضع الاقتصادي للبلاد في السنوات القليلة الماضية واجهنا وباء كورونا وواجهنا السنة الماضية كارثة العصر في كهرمان مرعش وهو ما زاد الوضع سوءا من الناحية الاقتصادية إضافة إلى عاملي هوية المرشحين والوضع الاقتصادي يبرز عامل ثالث في تحديد هوية الفائز وهو الشكل الذي سترسو عليه تحالفات الأحزاب فالتحالف الذي أتى بمرشح الحزب الجمهوري عام 2019 تعرض لتصدعات كبيرة فيما بقي تحالف الجمهور الذي يقوده العدالة والتنمية متماسكا أمام هذه العوامل المتداخلة والحسابات المعقدة واستطلاعات الرأي المتقاربة يبدو صعبا توقع ما ستأول إليه النتائج في العاصمة وما ستفرزه صناديق الاقتراء عمر كايد أنقرة الميادين مع اقترام موعد الاستحقاق البلدي التركي كيف بدت التحالفات الانتخابية بين الأحزاب والقوى التركية تقرير حبيب عز الدين أهلا بكم مشاهدين معالم المشهد الانتخابي أصبحت شبهة مكتملة بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض الذين يشكلان التحالفين الرئيسين المتنافسين في البلاد ولكن كليهما يشهد تغيرات من حيث المكونات الحزبية فبالنسبة إلى التحالف الحاكم أعلن رئيس حزب الديمقراطية والنهضة التركي علي بابا جان المنشق عن حزب العدالة والتنمية أن حزبه قرر خوض الانتخابات المحلية بمفرده بعيدا عن التحالفات معتبرا الانتخابات المحلية المقبلة بمثابة انذار لحزب العدالة والتنمية حزب الرفاه من جديد هو الآخر يرفض التحالف مع أردوغان على الرغم من دعمه إياه في الانتخابات العامة قرر اليوم التنافس عبر مرشحيه على نحو منفصل ومن أبرز مواقف أربكان التي دفعته إلى ترك التحالف مع أردوغان أولا اتهامه العدالة والتنمية بأنه لم يلتزم ذكرة التعاون التي أبرموها ثانيا يقول أربكان أن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة ومن ثم يخوض حزب العدالة والتنمية مع حليفه الحركة القومية الانتخابات الحالية من دون التحالف مع أربكان وفي السياق نفسه أعلن حزب السعادة التوصل إلى اتفاق تحالف مع حزب المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو المستقيل من حزب العدالة والتنمية تحالف المعارضة أيضا مشاهدين يشهد انقسامات وتصدعات تجلت بوضوح بإعلان زعيمة حزب الجيد ميرال أكتشنير انفصالها عن التحالف علما أنه كان لها دور أساسي في فوز المعارضة سابقا في اسطنبول وأنقرة وهي تنقلب اليوم على موقفها بخصوص الانتخابات المحلية وقررت خوضها على نحو منفرد أما بالنسبة إلى الأكراد كمكون أساسي وكبير ومؤثر في الساحة التركية فهم الآن يعيدون تقييم تحالفاتهم السياسية مع حزب الشعب الجمهوري المعارض والتفكير في مدى جدوى تجديد هذا التحالف في وقت أعدن حزب المساواة الشعبية وديمقراطية وهو من أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد خوضه الانتخابات المحلية بمرشحين منفردين كشفت لجنة التحقيق الروسية بشأن هجوم كروكوس في العاصمة موسكو وجود معلومات تفيد بأن مرتكبي الهجوم تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانيا لجنة قالت عبر منصتها الرسمية أنه جرت تعرف على مشتبه فيها آخر متورط في مخطط لتمويل الإرهاب وسيجري اعتقاله فيما البحث جار عن مشتبه فيه جديد في الهجوم الإرهابي